خبر عن الدكتور يا ماما. الدكتور يا ماما انا لسه ما اتريقتش بس والله يا دكتور يا ماما انا مجهز لحضرتك شوات تريقت كافي ثلاث سنين قدام يعني. يعني انت عارف ان انا اصلا راجل بحب لا ما تعرفش. لو سألتي هيقولولك طول النهار واعمالي هزر كده. فانا عاد اهزر ومجهزتك شوات حاجات هزار لطيف جدا يعني. فانا لسه ما هزرتش يا دكتور يا ماما ولا عملت اي حاجة لسه. فالدكتور يا ماما لجنة شباب الحزب طبعا نشر الخبر النهاردة احنا عندنا مولود جديد الحقيقة بنرحب به. مولود في الصحافة جديد موقع الحرية ده الموقع اللي قدام حضراتكو. الحقيقة يعني انا برحب به وببارك لأفاضل الاستاذ عمر بدر الرئيس التحرير والاستاذ عصام الشريف مدير التحرير. ببارك لهم الحقيقة موقع احنا طبعا انا يعني ما نشلقى بيهم يعني. بس الحقيقة انا طبعا عمر بدر الحقيقة يعني اعرفه على بسيط من زمان واعرف انه راجل دخو محمود بدر بس شتان الفرق يعني. اي مولود اي مولود يضيء شمعة في سماء الحرية نحن نرحبه. ويارب يحفظه من الحجب. انت عارفين الموضة اللي شغاله في مصر مواقع الحجب. فاحنا بنبارك لهم موقع الحرية الجديد ونشرين خبر على انه شباب الوفد المحترم. شباب الوفد المحترم يرفضون ترشح يا ماما انت خبر رئاسية. لانهم مش قابلين انهم يبقوا مسخرة زي ما حصل في مسخرة موسى مصطفى موسى. وانا بقول للرجل اعيب عليك. انا عارف طبعا يا جماعة انه الجزرة تغر الكثيرين. يعني بص يا جماعة الدنيا. الدنيا حلوة خضرة زي ما النبي صلى الله عليه عليه قال. الدنيا دي حلوة جدا. والدنيا من فوق انا قلتلك الحكاية دي اكتر من مرة. الدنيا من فوق المشهد اللي كتب وحيد حامد في تيور الظلام على لسان عدل امام. مشهد عبقري. احنا نحس بيه او انا حس بيه باعتبار ان انا من الطبقة الوسطى اللي كنت في النص. لانه كنت محشور. الدنيا من فوق في مصر حاجة تانية. حاجة تانية. سواء كنت بسلطة او بمال. بلد روعة تعيش فيها. بس انت تبقى فوق. تحت زي ما قال عدل امام البلد دي تعيش فيها فوق. تحت زحمة وخنقة وصراعات على لقمة العيش. فانعرف ان الجزره هيدلو حاجة يعني. مش هي ايه حام انت العائل عالسوشيال ميديا هيبهدلوك ويطلعوا كام كوميكس. ولا قال الخوانة اللي بره هي. حتى هنزبطك. هنزبطك انت وعيالك وزريتك وزراريك. فالجزره بتغري اي حد انه يقلع ملت. الا المحترمون. الا المحترمون. اشتركوا في القناة.